جددت قوات البشمرقة تأكيدها سيطرة كاملة على معاقل تنظيم داعش منذ أكثر من عام فيما حذرت من خطورته المدعومة من بعض الدول الإقليمية قائد المحور الثاني للبشمرقة اللواء ميردان تاوشين قال إن عمليات 2021 بتنسيق مع الجيش سلبت من تنظيم داعش جميع معاقله ومصادر تحركاته وتمويله بعد سيطرة المطلقة على مناطق قراشاي وبلكانة وأطراف طوز في محور ديالة وكركوك وصلاح الدين وأكدا أن تنظيم تلاشى في قواتع البشمرقة بنسبة 95% وأشار إلى اعتماد البشمرقة خطط أمنية استباقية وفاعلة في مسك ومراقبة القواتع الأمنية عبر الكمائن والرصد الإلكتروني المستمر واستباق المعلومة الاستخبارية بشكل فوري وأثمر عن تحقيق نجاح كبير أجهد قدرات داعش بشكل كبير فيما تشكو قيادات ميدانية من تحركات عناصر داعش في مناطق الفراغ الأمني بين البشمرقة والقوات العراقية